موسيقى مشاهدي بالقيسة إنما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة نار بعدك نار والله نار غنى أبو بكر هذه الأغنية فأصغى محبه بكل جوارحهم إليه وأحس وقتها بكل حرف فيها وعند رحيله أحس بمعناها ومعاناتها أكثر وأعرف كم أن بعده نار أبو بكر سالم الفنان الراحل عن عيون محبيه الباقي في وجدانهم تميز بتعدد طبقات صوته عند أدائه اللي غاني فكان إذا غنى حمل المستمعين على طبقات صوته كما تحمل أمواج البحر السفن صعودا وهبوطا حتى يصل بهم إلى ضفاف النشوة كانت أغاني أبو بكر سالم رفيق الأسفار وجليس السمار تقصر الطريق الطويلة أمام المسافرين وتخف الحمول الثقيلة على ظهورهم فلا يشعرون بتعب السفر ومشقتهم رحل من غنى يا مسافر على البلاد فشعر محبه بالغربة رحل من غنى غدر الليل فأصبح ليلهم بلا نهاية رحل من غنى في شواطئ عدن حامت بقرب حمامه لتهجر الحمام شواطئ عدن إلى الأبد رحل من غنى لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة ليعذب قلب مدينته وقلب محبيه حين تركها فعلا برحيله في حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج المنصة سنتناول أثر رحيل الفنان أبو بكر سالم رحمه الله على الفن وتأثير هذا الرحيل على قلوب جمهوره ماذا يعني هذا الفنان اليمنين خاصة وللعرب عامة قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي عده الزميل عمرني أهل الأوان أن تضوي إلى عشك وأنا المحبي تغاريدك أن يبحث عن عشاش يستقر فيها حزن قلوبهم على رحيلك رحل أبو بكر سالم إذن رحل من صعد إلى أعلى قمة السلم الموسيقي من أول غنية له وبرحيله سقط الوتر الأهم في آلة العود اليمنية وسقطت معه أوتار الآلات حزنا واشتد وجع النايات محيبة قرابة نصف قرن وقلبه ينبض بالموسيقى إلى أن أقف هذا القلب مرض أقعده خلال العشر السنوات الأخيرة ليرحل على إثره إلى رحمة ربه عن عمر ناهز الثامنة وسبعين عاما ولد أبو بكر سالم بالفقيه في مدينة تاريم في حظر موت عام 1939 من أسرة آل بالفقيه المعروفة وتلقى تعليمه الأولى في مدينة تاريم وقد أظهر منذ بداية حياته تفوقا في علوم اللغة العربية والشعر وظهرت مواهبه الفنية منذ صباه غادر أبو بكر تاريم في مقتبل شبابه يستقر في عدن في الخمسينيات وهناك تعرف على الكثير من شعرائها وفنانيها من أنثال الشاعر لطفي جعفر أمان والفنان أحمد بن أحمد قاسم ومحمد سعد عبد الله والمرشدي لم يكن أبو بكر سالم مجرد فنان فقط فقد كان أديبا مطالعا وشاعرا ملحنا أيضا تميز بقدرته العالية على التنقل بين المقامات الغنائية وعرف عنه تعدد طبقاته بين القرار والجواب كما عرف عنه حبه الكبير للنغم فكان أولا من أسس مدرسة للموسيقى في حضر موت ومن حبه للموسيقى سمى بنتيه أنغام وألحان كان أبو بكر سالم الصوت الذي عبر الوطن العربي من محيطه إلى خليجه حاملا في نبرته نكهة الفن اليمني الأصيل المتنوع ما بين الفن العدني والحضرمي والصنعاني صوت عبر التضاريس الوعرة بسهولة وانسيابة نهر النيل وعذوبة ماء الفرات وصفاء ساحل المكلف ووصل إلى أسماع الوادي والصحراء الريف والمدينة السهلي والجبل نال الفنان أبو بكر الكثير من الجوائز والشهادات التقديرية لعل أبرزها جائزة أفضل صوت في العالم من اليونسكو من حيث طبقات الصوت في أغنية أقول له إيه كما نال جائزة الاستوانة الذهبية في نفس العام الذي حصل فيه الفنان عبد الحليم حافظ على نفس الجائزة أثر أبو بكر سالم رفوف الذاكرة بالكثير من الأغاني المتنوعة ما بين أغاني الحب والحنين والأغاني الوطنية ليرحل بعدها تاركا في عيون محبيه دموعا جارحة وهو الذي لطالما كفكفها بصوته الشجي رحل الفنان الذي غنى أم اليمن ليبكي رحله كل أبنائها يبكونه لأنه عندما تجاوز الجغرافية لم يتنكر لجذوره كشجرة طيبة فرعها مثمر في الوطن العربي وأصلها ثابت في اليمن رحل الفنان أبو بكر سالم فكيف لمغترب بعد اليوم عند عودته إلى وطنه أن يستمع إلى أغنية يمروح بلادك دون أن يجعه قلبه عليه وكيف للأصدقاء عند تجمعهم حول موقد الليالي وتحت ضوء القمر أن يستمعوا يا سمار لا يحلى السمر إلا بصوت الدان دون أن يكدر سهرتهم ألم رحله وكيف لعاشق يقع في الحب لأول مرة أن يستمع الأغنية من نظرتك يا زين ذكت الهوى مرة وكم يقول الناس الحب من نظره دون أن يميل نظره إلى السماء لعله يراه يراه أكرر الترحب بكم في هذه الحلقة التي نخصصها عن رحيل الفنان العملاق أبو بكر السالم لدينا اتصال لأخ صفوان صفوان مرحبا أهلا بك صفوان ماذا تقول في رحيل أبو بكر سالم في رحيل العملاق الفنان العظيم أبو بكر سالم يعجز الإنسان أن يتحدث أن يصف هذا الحدث وهذا التحول وهذا الرحيل المحزن والمفاجأ فتكرر الأحزان وتنزل على الشعب اليمني كثير من الآلام وكثير من الأحزان في ظل الظروف الاستثنائية رحيل هذا العملاق العظيم مثل تحول كبير جدا نعم لقد قادر الحياة هذا النجم العظيم هذا الفنان أن فنان العرب صانع الأغنية العربية الخليجية ذلك الرجل الذي احتضاع في ظروف صعبة واستثنائية أن يتنقل من مدينة إلى أفغى راحلا بالفن بالأدب راحلا بالكلمة راحلا بالمشاعر راحلا بالصوت العظيم الصوت الشجيء الذي ألهاب حماس الجماهير الذي أضرب الجماهير في كل مكان في الخليج في اليمن في العالم العربي نوع ذلك الظاحل الذي كلما سمعنا له كل يوم نسمع وكل يوم نفيش مع تلك وتلك الحران وتلك وفي الحران وهو عدل بثماني عدل عن عن الأشجان يتحدث عن كل شيء في هذا الحياة لأجمل شيء سمعناه أبو باتل سالم أم اليمن هذه الكلمات العظيمة كثيلة على أن تعيد لنا أمجاد عظيمة افتقدناها هو يعيد هذه الأمجاد بذلك الصوت العظيم كلما سمعت لتلك الكلمات وأنت في المهجر وأنت في ظروف النزوح وظروف الشتات وظروف الرحيل البحث عن الحياة البحث عن الأمل البحث عن بقمة العيش كلما سمعت بتلك الأصوات وبتلك الألحان الذي ملك كان يملك الفن كان يملك الأغنية صانع الأغنية الكلمات اللحم الضرب كان يمتلك موهبة عظيمة أن يتذكر الكلمات الكلمات الجميلة وهو يتحدث عن المسافر الراحل بعيدا عن الوضن يتكلم عن الأشواق ويتكلم يمسافر على البلاد بروحي وقلبي ما أجمل هذا العبارة وهي تتكرر ونحن نعيشها اليوم يمسافر على البلاد بروحي وقلبي سير واتركني هناك لآلام حبي قل لأحبابي وأهلي وصحبي يذكروني فإنني على ذكرهم دوب حين سافرت سافرت مقصوب لقد سافر أبو بكر مقصوب لقد سافر كثير من المبدعين والعظماء الذين غادروا وهاجروا من اليمن في أفقاع العالم لينشروا الصوت واللحل والإبداع والفن والأصالة والعراقة إنها العراقة اليمنية حينما يحملها أي إنسان يمني صوتا أو لحنا أو رسالة أو تاريخا فإنه يخاطب العالم يتجاود الحدود حدوث الدنيا للوطن العربي أنه يخاطب الوجدان يخاطب الروح يخاطب إنني أعجز أن أتكلم عن ذلك العظيم الذي كان يمتلك موهبة فريدة نعجز عن إيجادها في هذا العالم أشكرك جزيلا صفوان المنيفي كنت معنا من صنعات تصال آخر لأخ محمد الأهدل وهذه الحلقة هي ربما مخصصا لكم للتعبير عن مشاعركم تجاه الفنان أبو بكر سالم مشاركتك وتعليقك في رحيل العملاق أبو بكر سالم أخ محمد أولا الفنان أبو بكر سالم مهما قلنا بحكته أننا لن نفعل بشي لأن الفنان أبو بكر سالم يعتبر من أشهر الفنانين على الساحة اليمنية والقليجية والعربية بشكل عام وأيضا الفنان أبو بكر سالم يعتبر من الفنانين قلائل في الوطن العربي الكبير ممن نجحوا أن يكونوا مغنيين وشعراء وملحنين وموزعين موسيقى في آن واحد يعتبر بذلك كالفنان شامل في صناعة الأغنية من أركانها الثلاثة وهي الكلمات الألحان والأدناء بالإضافة إلى التوزيع الموسيقي كما يملك حنجرة ذهبية جعلته من أصواتي النادرة إلى ترجع في أنحاء العالم العربي والعالم بكله بالإضافة إلا أن قدرتني العجيبة في تغيير درجات صوته بشكل موسيقي وكأنه آلة موسيقية في أغنيته دروب مولقة وغيرها الفنان أبو بكر السالم كان وما زال منذوبا ثاميا لمسق طرعته اليمن بل وللوطن العربي ككل إلى المسيرة الفنية التي تجاوزت ثلاثين عاما كان هو الفنان اليمني الوحيد الذي حاز على جائزة الأسطوانة الذهبية من الشركات الإنتاجة اليونانية أبو بكر سالم نجح نجاحا كبيرا على مستوى الجزيرة العربية والوطن العربي لعضوبة طوته وامتلاكه في جره نادرة لو نتحدث بشكل شخصي محمد ذكرياتك مع أبو بكر سالم ذكرياتي كبيرة وأجمل الذكريات وأحلى لغاني له يا أم اليمن الذي حين أسمعها كلما أسمعها تذير في دموعي من البكاء بالصراحة أبو بكر سالم جعل في قلوبنا محبة له كبيرة جدا لأغانيه الوطنية وأغانيه الأغاني الرومانسية محل ما ذهبنا إلا أن نجد أبو بكر سالم له بصمة لا تمحوا أبدا طيب ما رأيك بهذا القول أن الفنان أبو بكر سالم هو ربما من الفنان اليمني القلائل الذين استطاعوا الحفاظ على هويتهم اليمنية كثير من الفنان اليمنين للأسف عندما يغادروا إلى الخليج ربما ربما تصبح أغانيهم أكثر بعيدة عن الجذور اليمنية إلى أي حتى تتفق مع هذا القول أنا فعلا أقول مياه بالمياه مع القول هذا التفيق لأن أبو بكر سالم هو الفنان اليمني الوحيد فعلا الذي حافظ على هذا الشيء وبعدين أبو بكر سالم كانت كل أغانيه يعني أغلبيةها أغلبيةها كانت باللون اليمني باللون الحضرني وباللون الصنعاني وباللون اللحدي كانت أكثرية أغانيها أو جل أغانيه وكانت دائما يعني بأغانيه أغلبيةها بألحانه الذي كانت دائما نفاجعنا دائما بألحانه وكانت دائما كل أغانيه الذي هي مستوى اليمني والقليجي أشكرك جزيلا محمد حاز الفنان أبو بكر سالم على الكثير من الجوائز وشهادات التقدير لعلى أبرز هذه الجوائز الجائزة التي حصل عليها من اليونسكو كأفضل فنان في العالم من حيث الطبقات وكان ذلك في أغنيات أقول لي من حيث الطبقات لو بعرضك محبك ولا بات ما عرضك بغربك ولا بالري عشركة موسيقى سيارة موسيقى موسيقى نعود لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتهم في هذه الحلقة لدينا اتصال ألو أهلا بك أخو سامة أهلا وسهلا أسامة الفنان أبو بكر السالم لماذا هو الأنجح والأشهر بين جميع الفنان اليمني الذين ربما خرجوا خارج البلاد الفنان أبو بكر سالم ظل متمسك بهويته نحن نعلم وهذه شهادة كثير من الخبراء الفنيين أن الفن اليمني وعرب الفن اليمني ومقاماته تعتبر من المقامات والعرب التي أسست الكثير من الألحان والعرب العربية أو على مستوى الخريق العربي فظل الفنان أبو بكر بموهبته وفوته الشقي إضافة إلى إمكانياته وقدراته العالية ظل متمسكا بهويته وبلونه فتعرف الجميع وكان السباق بتصدير اللون اليمني والحضرمي وتلك العرب النادرة والألحان الشقيقية فكان السباق بتصديرها للخليق والمحيط العربي فكان له ذلك الصيط وكانت له تلك الشهرة وكان هو السباق بتعريف العالم بالفن اليمني تمسكه بهويته وبفنه وبلونه هو ما جعل أبو بكر سالم السباق للشهرة السباق للإنطلاق وكانت سمعته كما يعلمهم الجميع الآن طيب بالنسبة لك أنت بشكل شخصي ما ذكرتك مع أبو بكر سالم أبو بكر كما يعلم جميع متابعين الفن ومتابعين أغاني أبو بكر أنه حاكى الكثير من التفاصيل التي ممكن أن يعيشها الإنسان حاكى النضال حاكى الثورة حاكى الوطن حاكى الغربة حاكى الوحدة حاكى الحب حاكى العشق حاكى كل ما يمكن أن يمر به الإنسان في مراهل حياة فأنا شخصيا كنت من المتابعين لأغاني أبو بكر وورثت هذا عن أبي طبعا أبي كان من المعجبين لأغاني أبو بكر فكنت أسمعه منذ الصغر فكنت تجد بصوته وألحانه والإحساس الغير عادي المتواجد في صوته كان يلامس الأحاسيس فحتى وإن كنت صغير لابد ما يحرك صوت أبو بكر وأغاني أبو بكر أن تحرك فيك الأحاسيس وتحرك فيك بعض المشاعر التي يمكن أن يلمسها أبو بكر أو أمك أو أبوك فقط هؤلاء الذين ممكن أن يحاكوا مشاعر الفتر كان أبو بكر إحدى هؤلاء الأظماء الذين ممكن أن يحفزوا مشاعره فوجود أغاني أبو بكر وهذا التنوع وهذه التنوع في أغاني جعل من أي شخص ممكن أن يقبل أبو بكر وهو في سن صغير أو يقبله في الشباب أو يقبله في سن المراهقة أو في الغربة أو في المراحل النظالية فكان أبو بكر يمكن أن تعيش معه في كل مراحل حياتك فأنا كنتم من عشاق أبو بكر عنه وأسمعه منذ الصغر أشكرك جزيلاً أسامة تصل آخر الأخ حسين أهلاً بك حسين مرحبا حسين بالنسبة لك ما الذي يميز وميز الفنان العملاق أبو بكر سالم أبو بكر نستطيع القول عنه أنه كان عمود الخيمة الغنائية العربية يعني كان بمقام نعي وقيتار الجزيرة العربية والطائر للطرب والفن الحضرمي نجم أضاء سماء الوطن العربي بشكل عام تغنت الحانة وطربه وفنه الجميل كل الأجيال منذ مطلع مسيرة فنه إلى غاية رحيله رحمة الله عليك طيب فكرة الارتباط أنه أبو بكر سالم هو ربما من فناني القلاء الذين ارتبط بجذوره اليمنية حتى وإن انتقل وأصبح فنان معروف على الساحة العربية ربما هذه ميزة لأبو بكر لي حتى تتفق مع هذا الكلام أبو بكر تستطيع تقول عنه أنه معدن نادر جداً وأعتقد أنه مستحيل أن يكون هناك فنان بحجم أبو بكر ليس بحجم صوته أو بحجم ما غنيه ولكن بحجم ما يمتلك من أن يدخل إلى شغاف كل مستمعيه والتأثير في حياتهم بحيث أنه غنى لكثير من الحاسس التي يشعر بها الإنسان نفسه الإنسان العربي العاشق المسافر الراعي شمل كل شيء في فنه لذلك لا يستطع أي فنان أن يقدم ما قدمه أبو بكر لأنه كان حالة فريدة أو حالة نادرة ذكرياتك أنت بشكل شخصي مع غاني أبو بكر أبو بكر رفيق حياتنا منذ نوعات أظافرنا تربينا حياتنا بشكل عام على سمع أغاني وكما تعرف نحن اليمنيين أكثر ما يميزنا أنه التنقل والترحال وأبو بكر له ضليع بهذا الشيء يعني أنه رفيق السفر أو أنه كل أغاني ملامسة لهذه الأحاسس التي نشعر بها فذكرياتي مع سمع أغاني أو مع فنه ذكريات لا تستطيع أن أوجزها بشيء بسيط من الكلام لأنه مرتبة ترتبط كل بحياتنا أشكرك جزيلاً حسين أيضاً من المشاركات والتعليقات في البث المباشر على صفحة القناة وصفحة البرنامج الأخ شادي يعني الأخ سليمان وربما مختار وإبراهيم وأبو هيلة ومنتظر هم يترحمون على الفنان لكن هناك مشاركة الأخ شادي البخيطي يقول أبو بكر سالم هو أسطورة الفن اليمني والعربي خلال ستين عام هو الفن والثقافة رحمه الله وسكنه الجنة أيضاً مشاركة أخرى للأخ محمود بن حميدة يقول أبو بكر قام فنية من الطراز الأول لن تتكرر لأجله تدمع العيون وتنكس الأعلام وتحزن القلوب مدرسة من أبرز المدرس اليمني القليلة التي استطاعت أن تجمع اليمنيين على حبه وحب اليمن يكاد يجمع كل اليمنين عليه بمختلف اختلافات من الفكرية والجهوية والطبقية والسياسية أيضاً وصلتنا مشاركات حول موضوع هذه الحلقة وعن رحيل أبو بكر سالم من خلال واتساب نستعرضها معكم أبو بكر سالم بالفقيح الأديب الشاعر الفنان كيف العاشق مثلي أن يصف هذا العبلاق العظيم إنه هرم من أهرام الفن لقد سطر الإبداع في أبحاث صوره حين تسمع صوته الساحر تهيم الروح ويسبح الخيال في ربوع الوطن الكبير من تريم الغنى إلى شواطع عدن مروراً بواد الدور إلى روح صنعاء الشامخة يعزف القلب أجمل الألحان والحب والشوق وأنت تسمع مواويله العذبة لقد ملأ حياتنا هذا الفنان الكبير بالسحر والفن شوقاً وعشقاً عشقنا كلماته وألحانه ودندنا تعوده الذي لا يتكرر عندما تعشق الحياة فإنك تعشق أبو بكر سالم كما يقول في أحد أغانيه ما العيش إلا الحب وغير وعيش في الدنيا برحيله تفقد الساحة الفنية عملاق لا مثل له ويفقد الوطن العربي هرم من أهرام الفن الكبير أبو بكر سالم إن رحل عنا قسداً ستظل روحه الجميلة تعزف في وقداننا وإذا سيظل صوته ينبض في قلوبنا فإن صدى صوته لا يفارغ مسامعنا الوطن العربي بفات الشاعر والفنان والأديب الرائد من رواد الفن اليمني والعربي والآلمي أبو أصيل ستبقى عماله الغنائية خالدة وعماله خالدة في قلوب جميع الأمه العربية والشعب اليمني خاصة وهو الفنان أبو سبع أبو سبع حنا قل وهو فنان الأمه العربية بمتياز طبعاً الفنان الكبير أبو بكر سالم رحمة الله عليه الرائد من رواد الطرب الأصيل وعلم من أعلام الفن العربي يعتبر صوت أبو بكر سالم رحمة الله عليه من أجمل أصوات فلقبه بصاحب الحنقراء الذهبية كان موسوعة فنية ثقافية حيث أسس مدرسة خاصة فيه وسميت باسمه فجمع بين الفن الحضرمي والدان الحضرمي إذن تابعنا هذه المشاركات من خلال واتساب لبعض من المشاهدين ويعبرون عن مشاركات في يوم رحيل الفنان أبو بكر سالم إذن هي هذه الحلقة مخصصة لهذا الموضوع بإمكانكم التواصل والمشاركة والتعبير عن ما بداخلكم الفنان أبو بكر سالم من خلال قنوات التواصل المختلفة سوى عبر الاتصال أو من خلال تعليق المباشر أيضا الآن من خلال بث المباشر مرافق لهذه الحلقة من خلال صفحة القناة إيام التركي إيام التركي من صنعه أهلا وسهلا إيام يبدو أننا فقدنا الاتصال ااتصال آخر عبدالله بارويس أهلا أخي عبدالله طيب عن السفر والسمر والغربة والشوق والحنين والحب من أول نظرة غنى أبو بكر سالم من نظرة كازين وحنين تبت الهواء مرة تبت الهواء مرة تبت الهواء مرة تبت الهواء مرة و classmates من نظرة كازة إيام وتزول آخر التركي ويقتر فتخي وأ Badik قد Lady أهلاً وسهلاً هيام أهلاً وسهلاً فيك أخي الكريم هيام بالنسبة لك ماذا يعني لك الفنان العملاق أبو بكر سالم الفنان أبو بكر سالم أولاً أشكر قناة بلقيس في هذا البرنامج الحديث عن الفنان الراحل أبو بكر السالم بالفقيس التي تتلو اليوم في رأس ثنان قدير راحل قدم للوطن الكثير والكثير تميز بزخنه الفني وعطانه المتفرد والمتميز شعراً ولحناً وظناء فالتحق لقب رائد الطرب الأصيل وكان مدرسة رائدة وأصبح علماً ثنياً من علامة اليمن بوقف خاص والعربي بوقف عام وذلك نعزي أنفسنا والوطن برحيد وفقدان هذه الهامة الفنية العظيمة رحيد الفنان الراحل أبو بكر سالم يعني لنا ذكريات خاصة حاكى كثير من المشاعر الإنسانية حاكى كثير على مستوى الغنى للحب غنى للأرض غنى للإنسان ترك أثر نفسي عميق في نفوس كل محبيه وعشاق فنه وتراميده نحن نعلم أن الفن رسالة قليلة والفنان أي أبو بكر رحمة الله عليه حمل رسالة وطنية بامتياز تقسدت في أغلب أعماله الفنية والتي كانت من أبرزها أنه تغنى بالوطن والعشق الحنين إليه وظل اشتياقه يردده على مدى مسير اتفاحه الفني خلال خمسين عام كانت أعماله وأغانيه بمثابة الملهم لأعماله الشعرية والغنائية وبمثابة مهدئ لكل المغتربين والمهاجرين عن أرض الوطن فساهم في ذلك بنشر ثقافة الولاء والاعتزاز بالوطن والفخر بالهوية اليمنية في أرض المهجال طيب هيام بالنسبة لك أنت أول مرة استمعتي لأبو بكر سالم في أي عمر كان منذ الصغر يعني إحنا تربينا أنه آباءنا وأبدادنا يسمعوا للفنان أبو بكر سالم فكنا يعني إحنا نسمع لأيوب عفوا لأبو بكر سالم في كثير من المواطن في التفارع في المهجار في الحب فأعتقد أنه أغلب المواقف التي حاكاها والتي اتأثرت فيها أغانيه عن الحب والأصبه للوطن شكرا جزيلا لك هيام اتصال آخر عبدالله القاضي أهلا بك عبدالله عمر حبابيك أخي عبدالله ماذا تقول في رحيل أبو بكر سالم أولا أن نشكر قناة بلقيس على إتاحة الفرصة لنا ثانيا العملاق الفنان والشاعر والملحن والموزع صاحب الحنجرة بذهبية أبو بكر سالم بالفقير رحمة الله عليه عندما نتحدث عنه نتحدث عن قط من أسطاب الوطن العربي نتحدث عن أسطورة الشعر الغنائي واللحل من الخمسينات نتحدث عن عملاق قنحة بالثقافة اليمنية وألوانها ولهقتها الغنائية الحضرانية والعزنية واللحقية والصنعانية فوق سماء ربوع الخليج العربي والجزيرة العربية نتحدث عن مدرسة نموذجية تلاميذوها اتداء من عبدالله روشد على الخليج العربي وانتهاءا بأسماء المنور على المحيطة للترسين غنى للوطن للمسافر العاطفة للوقدان أطرب المقترب المهجر شغل لديه الوجدان والاشتياق والأحاسيس وكان له خير جليس ورفيق أخي العزيز فهو الرحل رحمة الله عليه ترك لنا ولأجيالنا ثروة هائلة من أعماله وأثر بالغ في شعره ولحنه وأغانيه يتداوله قيلا بعد قيل أيضا أبو بك سالم رحمة الله عليه لم يكن ثنانا وملحنا عاديا فحص ولكن شاعرا غنائيا وله دواوين شعرية إلى جانب رفيقه الشعر الغنائي حسين أبو بكر المحضار لكن ربما شهرته هي في الغنائي على مستوى الشعر هل تعرف أنت قصيد أبو بكر سالم أو أغاني غنائها من شعره مثلا؟ على ما يبدو لن ياشم صباحيه هذا من أغانيه منك يا عصل دعان هذا من أغاني وأشعاره ما شاء الله عليك متابع ومهتم بمسيرة الراحل من الثمانين سنة ثابة لأبو بكر من أغشاقه لأنه أصلا هو ليس أغني للحب أو هو أغني للطرب للمهاجر يعني جليس كان جليس ورفيق للمغطرب اليمني طيب أنت هل تدندن أغاني لأبو بكر؟ بعض الأحيان بينك وبين نفسك؟ أنا أحفظ له أكثر من الأغاني لكن لا أدندن لكن إنما أنا أنسجل مع أغاني وأتفاعل مع أغاني وخاصة الوطنية العاطفية يا بير يا باون ما يحتاج عيشاء هذه الأغنية الوطنية اللهم ذكرنا ونحن في ذكر التوطان أحمد حتى ولو هي في مطرح الخير رغبانه تعطل بالوطن أغاني كبير كبير يعني هو ثروة هائلة الصورة الصورة طيب أشكرك جزيلا أخي عبدالله اتصال آخر أيضا من الرياضة لأخي عبدالله بارويس أهلا بك عبدالله عبدالله رويس سلطاني عبدالله رويس أهلا الله يحييك المشكلة هي من عند اللي غشاشني لأسمي يعني ما زعلش مني ما في مشكلة طيب بالنسبة لك ما الذي يعنيه أبو بكر سالم سالم أنا من أشب المعجبين والمتابعين لأبو بكر وحضرت عدة حفلات تنية طبعا ومتابع لك كملحن وكشاعر وكفنان أبو بكر يعني أشهر ما اشتهر فيه لإسمه هو الأفيد يعني كونه خارج من اليمن وعاش في أكثر من منه ولكن لا جال يتكلم بلهجة هجارجة الحضرمية ويأتي كل مطرح يتكلم بحلي اليمن ويتكلم ويغني لها في كل مكان طيب عبدالله في هذه النقطة لماذا أبو بكر سالم حافظ على هويته اليمنية على لهجته على أغانيه ما زال مرتبط بجذوره الفنية لماذا ليس مثلا مثل باقي الفنين الذي ربما بمجرد ما أن تتاح لهم فرصة أو يفتح لهم باب في الخليج يتخلوا عن كل شيء لو علاقة باليمن أستاذ هو أولا شيء يعني هذا ما ميزه وثاني شيء هو من أسرة مفقفة وكان متأثر تأثيرا جدا بجدها الشاعر أبو بكر بن شهاب مشهورين يعني هذه الأسرة بولاءهم ومحبتهم الوطنهم وأغلب قصائدهم عن الحنين للوطن والغربة هل ربما اللهجة الحضرمية لها دور هي قريبة من الخليج لذلك لم يجد صعوبة لا أعتقد من هذا هو زي ما قلت لك يعني هو من أسرة مثقفة يعني أبو بكر هو يعتبر من الفنانين القلة الذين يعني ما حجموا أنفسهم مثلا في فنانين حجموا أنفسهم تبع منطقة أو تبع طائفة أو تبع شلة معينة أبو بكر لا يغني باسم اليمن ويغني لليمن وغني كذلك حتى يعني للسعودية غني لها يا بلادي واصلي أفضل حتى من النشيد الوطني تبعهم طيب يعني من الأشياء المرتبطة بأغاني أبو بكر السفر مثلا على سبيل المثال لجانب الشيء كثيرا برأيك لماذا ارتبطت أغاني أبو بكر سالم بالسفر لأنه أغلب وقته أو أغلب عمره مقضيه في يا في لبنان يا في السعودية يا في دول الخليج الباقي يعني هو طول عمره في غربه لا أقصد أنا أيضا بالنسبة لمستمعي ومحبيه يعني ربما من تقوص السفر أيضا أغاني أبو بكر سالم شوف أنا بالنسبة لي أنا متابع له كشاعر فوق أنه كان عنده كتاب اسمه شاعر ما قبل الطرب في كافة المجالة ليس محصول على السفر فقط طيب أشكرك جزيلا عبد الله من رياض اتصال آخر نعم ألو أهلا ومرحبا بك نعم ألو نبيل اسمعني من الهاتف وقفت صوت التلفزيون نعم ما اسمعت من الهاتف طيب نبيل ما الذي يميز أبو بكر سالم نبيل اسمعني من الهاتف ماذا تقول أفوان طيب أولا نتفك وطي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف عشان التأخير في الصوت يلا وطي صوت التلفزيون نعم بالنسبة لك ما الذي يميز الفنان أبو بكر سالم يميزه أولا ثقافته وشعره وفنه على جميع الفنانين إنسان متألق ولو صوته وإبداعه بصراحة فقد اليمن هامة وطنية أظيمة أظم الله أجر الجميع في وفاته وهو فنان كبير وفخر للجميع اليمنيين طيب ما هي ذكرياتك نبيل مع أبو بكر وأغاني والله أسمعني لكثير من أغاني منها كثيرة أم اليمن أغاني وطنية أغاني حب كذلك يوم لقينا نبأ وفاته كنا نستمع إلى أغنياتك لنا يا أبو جناحين لا عند المحب حتى في الشهر ليلة هذه برضو كنت أحبها الفنان أبو خلسان جربت غني لأبو بكر من قبل يا نبيل نبيل نعم أقول لك بينك من نفسك تدندن تغني لأبو بكر سالم لم أسمع من الشبكة تسمعني الآن يا نبيل طيب أشكرك أشكرك نبيل تنوعت طبعاً أغاني أبو بكر سالم بين اللون العدني والدان الحضرمي واللون الحميني الصنعاني نستعرض لكم أغنية من اللون الصنعاني رسولكم بلغني شار تنوعت طبعاً أغنية من اللون الصنعاني وأنتي عندكم لقلبي عارة تقيروني فقلبي ما دريتي لدينا اتصال لأخ غالب من جدة في السعودي أهلا بك أخ غالب غالب اتصال آخر لأخ عمر العامري أهلا بك عمر يبدو أن هناك إشكالية افتقنية في استقبال المكالمات أتمنى تجاوز هذه الإشكالية لم ينسى الفنان أبو بكر سالم وطلب مصقط رأسه رغم غربته الطويلة في السعودية فكانت أغلب أغاني من الترث اليمني فقل عنه أنه لم يغادر جذوره رغم تجاوز الجغرافية كيف لا وهو من غنى أم اليمن أم اليمن داخل القلب حفظك في القغاد استباع أم اليمن أم اليمن من قبل بلقيس والراء العظيمة سباع أم اليمن أم اليمن أم اليمن أم اليمن أم اليمن أم اليمن في داخل القلب حفظك في القغاد استباع أم اليمن 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 اتصال لك غالب مرة أخر أهلاً غالب السلام عليكم وعليكم السلام غالب ماذا تقول في رحيل أبو بكر سالم أولاً أحب أسلم عليك قبل كل شيء شكراً لك ثانياً أني رحيل أبو بكر سالم بالفقي يمثل خسارة كبيرة للفن اليمني والفن العربي والفن الخليقي وليس خسارة على الفن اليمني والفغط وإنما خسارة على الفن العربي والخليقي هذا بالتأكيد برحيل وفقدنا عملاك كبير من عمالقة الفن العربي طيب بالنسبة لك غالب ما ذكرياتك أنت الشخصية مع أبو بكر سالم والله يا أخي ثاني الذكريات كثيرة جداً جداً لأن أبو بكر بحر والبحر ما تقدر توصل إلى النهاية مهما قلنا في هذا الشخص كهدتنا مجروحة أعطانا الشيء الكثير من الصأر إلى الشباب إلى الكبر وما زال يطعنا في أي عمر أنت بدأت تسمع أغاني أبو بكر؟ ما حبيب؟ في أي عمر بدأت تسمع أغاني أبو بكر؟ أسمع أبو بكر وأنا عمري 13 سنة والآن عمري 48 سنة ولا زلت ولا زلت أتمتع بلواني أبو بكر أكثر أغنية قريبة منك ربما؟ يا دوب مرت علي 24 ساعة ضاع الهواء خسارة ضاع كل القياه صوتك حلو يا غالب لو غنيت الأغنية؟ غالب لو تفكرت غنيت الأغنية قطع عيد الصوت يا ثاني الصوت قطع أقول لك مادم تعجبك هذه الأغنية كيف صوتك؟ حلو هل ممكن تغنيها يعني؟ واحد يقدر يغني صوت أبو بكر مهما كان طيب في فنان يغني لأبو بكر سالم من من الفنان الذي يغني لأبو بكر سالم؟ ما نجاد نفس كلام أبو بكر مهما كان مهما يقدر يجاري أبو بكر طيب ولا أحد من يغني لأبو بكر سالم يعجبك تسمع أغاني أبو بكر بصوته؟ كثير يغني لأبو بكر في فنانين العطاة باوزير حاولوا إنهم يغلدوا أبو بكر مستحيل مستحيل شكرا لك غالب إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة خصصات للتعبير عن مشاعركم في رحيل أبو بكر سالم في الختم تحية الطاقة من برنامج ومنتج البرنامج زميل عمرين في أمنا اشتركوا في القناة